اشتركوا في القناة على ايدك اليمين نادي الزمالك بالزي والابيض وشكرا للزميلة مريم سميح وضيفها الكرام الكابتن نادي ايمن والكابتن كريم جمعة ونواصل هذا اللقاء القمة بين فريقي النادي الاهلي والنادي الزمالك في الكرة الطيرة سيدات ونهاء كأس الصوبر المصري بصالة اتحاد الشرطة امام حضراتكم الصالة جميلة وزاهية امام حضراتكم ويحكم هذا اللقاء تغريد خطاب حكم اول حكم تاني نجلاء طلعت ونقول اسماء لعبات النادي الاهلي امام حضراتكم وهنشوف اسماء اللعبات وطبعا امنا كل الامل وكل الدعم للاعبات النادي الاهلي لحصول على الكأس للمرة الثانية وتم قبل هذا اللقاء مباراة القرة الطيرة بين فريقي النادي سبورتينج والصيد في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع لكأس الصوبر وفاز نادي سبورتينج على الصيد ثلاثة اثنين ويحصل سبورتينج على المركز الثالث والصيد على المركز الرب وقد فاز النادي الاهلي على فريق الصيد بثلاثة اشوات مقابل لشيء في ممورات عمس والنادي الزمالك فاز على نادي سبورتينج ثلاثة اشوات مقابل لشيء لذلك يتقابل الاهلي والزمالك في لقاء القمة وامام حضراتكم لاعبة رقم ثلاثة من النادي الاهلي نازل امام حضراتكم تانيا بوكان اللاعبة المحترفة من سربيا وهذه رقم سبعتاشر اللاعبة آية خالد لعبة منتخب مصر وهذه آية رقم عشرين لعبة منتخب مصر دعاء محمد رقم اثنين نادى وليد لبرو الفريق وهذه فريق نادي النادي الاهلي امام حضراتكم وهذه فريق نادي الزمالك وبنقول لحضراتكم وبنذكركم مرة تانية ان هذا هو لقاء الصوبر او النهاء الصوبر المصري وبياخدوا الاول والتاني في الدولي والاول والتاني في كاس مصر والاثنين بيعملوا اربع مجموعات وهذه طريقة جديدة عملها الاتحاد المصري لقرة الطيرة برئاسة المهندس ياسر امر ولجنة المسابقات برئاسة الكابتن عصام انور وامام حضراتكم سواني ويبدأ هذا اللقاء على ايدك الياثار فريق نادي الاهلي رقم اربعة ان دعاء غباشي رقم اربعة لقادي كده اسامي لعبات منتقب لعبات النادي الاهلي ومي غزال الاسد النادي الاهلي ويغيب عن هذا اللقاء اي الشامي اللي نسميه الاختبوت اي الشامي ومصابة باجراء عملية في كتفها وتم استبعاد مريم صروت ونهلة سامح قبل اللقاء للاصابة ونتمنى الشفاء لهم والعودة الى الملعب نادي الزمالك على ايدك اليمن بزي والابيض امام حضراتكم رقم اربعة مريم متولي ميتو رقم عشرة مايا ممضوح رقم عشرة ودي لبرو الفريق بتاع النادي الاهلي نادى وليد رقم اثنين ورقم تلاتة رقم اثنين وعشرين نهال جمال الارسال مع نادي الزمالك الارسال مع لاعبة نادي الزمالك لاعبات نادي الزمالك هقول له حضركم البرزرية مليك رقم خمسة مريم متولي سابين حسن عبد وارسال واستقبال من النادي الاهلي وضربة صاحقة وخارج الملعب من دعاء غباش والنقطة الاولى لصالح نادي الزمالك وعلى الارسال لاعبة رقم اثنين وعشرين من نادي الزمالك داليا المرشدي ضارب ولعبة منتخب مصر تلعب من مركز ثلاثة داليا المرشدي على الارسال رقم اثنين وعشرين ارسال من اعلى مع الوزن استقبال اهلاوي اعداد من دعاء ضربة صاحقة من حائط الصد وفورباس من لعبات النادي الاهلي ونقطة لنادي الزمالك والارسال مازال مستمرا مع نادي الزمالك كلا كد تاني مرة الارسال مع نادي الزمالك اثنين وعشرين رقم اثنين وعشرين داليا المرشدي هتلعب الارسال من اعلى لقاء قمة ونشوف ايه اللي هيتم فيه يلا يا دعاء ومتعد مياق غزال القرصة مرة تانية ومحاولة من لعبة منتخب مصر مايار خليفة رقم ستة ومتلعب للنادي الاهلي مرة تانية وحائط صد من النادي الاهلي اعداد من مياق ضربة صاحقة فوق حائط الصد كده ومحاولة مرة تانية والنقطة الاولى للنادي الاهلي النقطة الاولى للنادي الاهلي احد الاهلي اتنين الزمالك اربعة على الارسال رقم اربعة دعاء الغباشي لعبة منتقب مصر لعبة النادي الاهلي رقم اربعة هتلعب ارسال من اعلى اقول له حضراتكم الجهاز الفني لنادي الاهلي كابتن المدير الفني كابتن ابراهيم فقر الدين المدرب العام محمود الوزير واستقبال وحش كده من لعبات تاني الزمالك ومحاولة مرة تانية ودعاء بتلعب ضربة صاحقة كده ونقطة تعادل نقطة التعادل من رقم خمسة من نادة حمدي نادة حمدي طبعا جاية من نادة الصيد هذا الموسم وهي بتلعب وطلع امام حضراتكم وبتشوت وبتيجي في حقاة الصد وتنزل ملعب الزمالك ونقطة التعادل اتنين الاهلي اتنين الزمالك وما زال الارسال دعاء محمد بتلعب ارسال من اعلى استقبال اعداد زمال كاوي وضربة صاحقة من المحترفة البريزرية مليكة رقم خمسة وتبقى خارج الملعب ونقطة للنادي الاهلي النقطة التلف تلاتة الاهلي اتنين الزمالك دعاء على الارسال طبعا هو بلعب بدعاء محمد النهاردة ودعاء الغباشي الاتنين في الملعب دعاء محمد معدة رقم عشرين ودعاء الغباشي رقم اربعة ودي ضاربة في مركز اربعة نقطة للنادي الزمالك ونقطة التعادل شوفها مع حضراتكم في الاعادة الجهاز الفني قلت من نادي الاهلي كابتن إبراهيم فقر الدين مدرب عام كابتن محمود الوزير ومدير الفريق كابتن إيهاب عبد المنعم الطبيب دكتور هدير وحيد محل الأداء محمد حسن ديمتري أخصائي العلاج ياسمين محمد نادر نشأة مخاطط أحمال وأسماء محمد مضلك وندر راشد أخصائي نفسي ومحمد شريف أخصائي تخزية دي ضفهم الكابتن إبراهيم فقر الدين اللي هو أخصائي التخزية والأخصائي نفسي هذا الموسم واستقبال من النادي الأهلي وأعداد من دعاق وندى يا نادى يا نادى يا حلوة يا نادى ونقطة للنادي الأهلي النقطة الرابعة النقطة الرابعة النادى طلع كده أهي بسم الله ما شاء الله بتلعب دربة صحيقة وبيجيب منها نقطة الرابعة ونقطة والتقدم ومي غزال على الإرسال يلا رقم أربعة عشر على الإرسال مي أربعة على الأهلي ثلاثة الزمالك وتقدم الأول للنادي الأهلي في هذا الشوت الشوت الأول مباراة الكرة الطائرة بين الفرقاء الأهلي والزمالك ومحاولة من النادي الأهلي آية خالد يلا تانية تانية بوكان هي بيحب يقول لها الاسم ده وهي بتحبه كابتن نهاب عمنهم أهلي كده نهاب تحب اسم تانية ونقطة النقطة الأهلوية النقطة الخمسة ومازال الأهلي على الإرسال أهي أمام حضراتكم أي خايد طلعة وبتدرب وبتيجي في حق الصد وبتنزل وتعدي تحت الشبكة من لعبة نادي الزمالك مي غزال على الإرسال خمسة الأهلي ثلاثة الزمالك إرسال من أعلى مع الوزن بالزراع الأيمن اعداد كده من لعبة نادي الزمالك وحق الصد مرة تانية واعداد خالفي وتانية وهنا بتلعب مليكة ونقطة للنادي الأهلي فيه طبعا فيه اعتراض هو الحكم الأول حسبتها لنادي الزمالك لأن فيه خطأ على الشبكة من لعبة نادي الزمالك ارسال من نادي الزمالك واربعة الزمالك خمسة الزمالك اربعة الزمالك خمسة الزمالك والإرسال مع نادي الزمالك من البرازية مليكة ارسال من اعلى استقبال اعداد من دعاء خلبي يا سلام يا نادا يا سلام يا نادا نادا حلت اللغز بتاع غياب بعض اللاعبات منها منها آية الشامي لان طبعا آية كانت دايما بتلعب من مراكز اثنين ومركز اربعة وكانت ضاربة قوية وطبعا نادا حمدي دي لعبها جاية من نادا الصيد ودفع بها كابتن ابراهيم فقر الدين خلال هذا الموسم وازهرت خدراتها الفنية والبدنية والمهرية ارسال مع النادي الاهلي رقم خمسة على ارسال نادا هي نمسك الخشب يا نادا استقبال اعداد نادي الزمالك وضربة صاحقة وحاعد صد مرة تانية الزمالك بيعت والليبرو بتاع نادي الزمالك من ايس النديم رقم سبعة ونقطة للنادي الاهلي والنقطة السبعة سبعة الاهلي اربعة هي في الاعادة بين هاتصد الاهلاوي اللي لعب الكرة وجد خطأ من لعبة نادي الزمالك اللي جد في الشبكة وملحقتهاش رقم سبعة اللي هي ايس النديم الارسال مع النادي الاهلي سبعة الاهلي اربعة الزمالك نادا حمدي نادا حمدي هتلعب ارسال ارسال من اعلى مع الوزن ارسال قوي لعبة واعدة ان شاء الله هتكون مستقبل لعبات النادي الاهلي في اعتراض من لعبات الاهلي على الكرة السابقة ديا الكرة دي خارج الملعب ولكن الحكمة حسبتها اكيد اهو كابتن تغريد خطاب ممكن تجون جد بلاسنج في ايد حق وخرجت من حاقة الصد ارسال مع النادي الزمالك استقبال اعداد اهلاوي دعاء وتانية بتضرب ضربة صاحقة من مركز اربعة وبتجيب النقطة التامنة تمانية الاهلي خمسة الزمالك الشوت الاول مباراة الكرة الطائرة في نهاية كأس السوبر المصري بص طلع فين تانية تانية بوكان دي اللاعبها الصربية المحترفة المحترفة وبيجيب النقطة التامنة وعلى الارسالة تانية بوكان هتلعب ارسال من اعلى لعبها طويلة ولها مهارات وطبعا كابتن ابراهيم فقر الدين التشكيل ده طبعا كان نقصه وطبعا شروق فؤاد لان طبعا شروق اصيبت قبل هذا اللقاء ارسال مرة تانية ومحاولة من لعبات نادي الزمالك ونقطة للنادي الاهل النقطة التاسعة نقطة كده في المكان الفاضي اللي هي والبليسنج الحلو اللي بيجيب نقطة طلع ايا خالد ومعاها دعاء الغباشي رقم اربعة لتلعبها بليسنج فوق حاضر وقت مستقطع طبعا بيطلبه كابتن حسام شكري المدير الفني لنادي الزمالك جهاز الفني لنادي الزمالك امام حضراتكم جهاز الفني لنادي الاهل ابراهيم فقر الدين ومحمود الوزير وكابتن كل الجهاز واقف على رجله هو والنادي الزمالك حسام شكري معاون محمد انور اشرف عبد العالم هبا حسنين المدير ادارية دكتور بلال وتود مخاطط احمال عبد الرحمن ابراهيم محلل تقني السمية النجاح طبيبة وعلاج طبيع وانتهى الوقت المستقطع اللي طلبه الكابتن هشاء عسام شكري حسام شكري المدير الفني من نادي الزمالك لسيدات نادي الزمالك بالكرة الطيرة والارسال مع نادي الاهلي تانيا بوكان رقم ثلاثة المحترفة الصربية هتلعب ارسال من اعلى ده دي رقم عشرة من نادي الزمالك سبين حسن عبد ارسال من اعلى مع تانيا بيجي في الشبكة وارسال ضايع وخصرنا نقطة وانتقل ارسال لنادي الزمالك الزمالك ستة الاهلي تسعة والارسال مع نادي الزمالك الارسال اهو اقول له حضرات مع الارسال اللي هتلعب ارسال ارسال زمالكاوي من اعلى استقبال اهلاوي دعاء بتعدي خلفي النادي حمدي ويا ولد يا ولد نقطة كده واخدينها كده جملة متضربين عليها الاستقبال ثم الاعداد الخلفي ثم الضرب الصعق من مركز اتنين لنادي حمدي لعبة متميزة وعيدة جاية من نادي الصيد لعبة قادي كابتن حسام شوكم امام حضراتكم ايا خالد رقم 17 على الارسال عشر النادي الاهلي ستة الزمالك مباراة الكرة الطيرة القمة قمة الصبر المصري بين فريقاي الاهلي والزمالك سامعين حضراتكم الجماهير الاهلوية والزمالكوية اللي بتشجع فريقه كل واحد بيشجع فريقه رقم اربعة من نادي الزمالك مريم متولي ميتو هتلعب الارسال من اعلى طبعا دي كانت بتلعب المسلم الماضي في النادي الاهلي هي ومايا ماندوح ودانا شاوئي ومروة مريم مصطفى دول كلهم راحوا نادي الزمالك ودول عمل قوة لا يستهم بيها من نادي الزمالك وجمعهم كمان فريدة العسكراني اللي هي بتغيب لزروف الحمل ودى محاولة من رقم خمسة من البرازيه المليكة وحد صارت بنجاح من النادي الاهلي مرة تانية ويا دعاء يا دعاء العابي وطلعي فوق نقطة للنادي الزمالك سبعة الزمالك الاهلي عشرة اهي دعاء ما خدتش الوضع اللي بتاعها لان كانت خدتها تصطدم بقائم الشبكة او كرسي الحكم والنقطة السبعة ميتوا على الارسال مريم بتلعب ارسال وبيجي بالشبكة ما حدش عسر بالحب الاهلي ضيع والزمالك ضيع ونقطة هنا ونقطة هنا الاهلي على الارسال حضاشر الاهلي سبعة الزمالك وعلى الارسال دعاء لا دعاء محمد رقم عشرين مؤدل فريق يلا يا دعاء ملعبة منتخب مصر ارسال من اعلى استقبال مرة تانية نادي الزمالك وهي حاعد صد ودفاع عن الملعب من الليبرو ضربة صاحقة كده لا ترد من نادي الزمالك والنقطة التامة تمانية الزمالك حضاشر الاهلي ورايح على الارسال دقم اتنين وعشرين من الزمالك دانيا المرشدي ارسال من اعلى استقبال نادي الاهلي خارج الملعب خارج الملعب نقطة للنادي الاهلي اتناشر الاهلي تمانية الزمالك وعلى الارسال دعاء الغباشي رقم اربعة لعبة منتخب مصر وتلعب في مركز اربعة ارسال من اعلى دعاء كده خلف الشبكة ومحاولة من نادي الزمالك يا جماعة لازم نغطي على حقاة الصد واقع الضارب حقاة الصد والضارب عشان نلمي الكورة هاي كورة دي لازم ما فيش تغطية تغطية جات مأخرة من دعاء محمد او ملحيتش كورة وكورة نزلة ملعب النادي اهلي على الارسال داليا المرشدي نادي الزمالك ارسال من اعلى نادي الزمالك ارسال من اعلى مع الواز باستقبال اهلاوي كده من نبرو الفريق ودي ضربة صاحقة من مي غزال غزال الفريق اللي بيجيب نقطة نقطة 12 اهي طلع بص طلع وضربة دعاء عدالها كورة بالمقاس الاهلي 12 تسعة الزمالك مي غزال على الارسال ارسال ارسال قوي استقبال زمالك ومحاول لكده ولكن نقطة داخل الملعب بتلعب كده على طرف اه او على نهاية الملعب اهي طلع مليكة البرازيلية رقم 5 وبتضرب من مركز الاتنين وبتجيب النقطة 10 الارسال مع الزمالك رقم خمسة مليكة بتلعب ارسال منها على استقبال اهلا ودعاء بتعيد ويلا يا تانية ومحاولة من تانية الاقتحام ملعب الزمالك برضو عفوا دربة صحيحة من مريم متولي وبتجيب النقطة رقم 11 والفارق اصبح نقطة 1 مليكة على الارسال ارسال من اعلى مع الوزن استقبال من نادي الاهلي تانية ومحاولة مرة تانية يا تانية يلا يا تانية تانية السربية بيتجيب النقطة 13 يا السلام على الاعداد وعلى الضرب اللي بييجي في مقتن الارسال مع نادا حمدي رقم خمسة نادا متقلقة في الضرب متقلقة في الارسال ان شاء الله هذا الارسال ارسال من اعلى استقبال كده من نادي الزمالك من رقم 7 ايسن حول مرة تانية نادي الاهلي دعاء يلا يا دعاء يلا يا دعاء يلا يا تانية دعاء وتانية سنائي ويعني كده عاملين دويتو واعداد وضرب صاحق من مركز اربعة والنقطة اربعتاشر ويتقدم الاهلي اربعتاشر حداشر ليزيد الفارج الى ثلاث نقاط الارسال مع نادا حمدي نادا حمدي هتلعب ارسال من اعلى ارسال نادا حمدي استقبال محاولة من نادي الزمالك من ايسن اعداد وضرب صاحقة يلا دفاع عيوة كده نحاول تغطي على حاط الصد وتغطي على الضارب خارج الملعب ونقطة لنادي الزمالك تاتش بلوك ونقطة لنادي الزمالك اتناشر الزمالك اربعتاشر الاهلي اهي جت في حاط الصد وخرجت برة تبطتش بلوك ونقطة لنادي الزمالك ارسال من نادي الزمالك استقبال اهلاوي من تانية اعداد دعاء وتانية تانية 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 بتلعب محاولة مرة من نادي الزمالك لإعداد الكرة مرة تانية دعاء وغطأ هنا في اعتراض من نادا وليد والحكم بتشاور لكابتن ابراهيم فخر الدين في اعتراض برضو على الكرة اللي فاتت دي وانظار او لفت نظر للكابتن ابراهيم فخر الدين طبعا زعلان اللي فاتت دي فيها بعد الخطأ واضح والحكم حسبتها لنادي الزمالك اربعتاشر نادي الزمالك خمستاشر الاهلي ارسل من اعلى استقبال خارج الملعب خارج الملعب ونقطة ستتاشر واحدة بواحدة الارسال مع النادي الاهلي ستتاشر الاهلي اربعتاشر الزمالك تانية على الارسال تانية الصرفية طبية بقان هي بتحب تعلها تانية تلعب ارسال قوي تانية استقبال زمالك واعداد وضربة صاحقة جو الملعب جو الملعب والنقطة خمستاشر وفارق نقطة لصالح النادي الاهلي برضو لسه ما زلنا الافضل والاحسن واحنا فرقين ارسال نادي الزمالك ارسال من اعلى استقبال النادي الاهلي اعداد دعاء وضربة صاحقة من دعاء الغباش دعاء لدعاء مرة تانية وحاق تصد وهنا الليبرو بص بقى غط على حاقة الصد هنا الليبرو بتاع النادي الاهلي كده بتجيب كرة كده صعبة نادا وليد ومحاولة كده والتقدم اهلاوي سبعتاشر اهو ضلع هي تانية بتشوت وجات في حق الصد ونزلة ملعب نادي الزمالك لا تصد ولا ترد ونقطة مباشرة سبعتاشر على الارسال نادا ايا خالد ايا خالد لعبات منتخب مصر ايضا يعني احنا عندنا لعبات من منتخب مصر لنادي الاهلي سبعت لعبات وفيه من نادي الزمالك اربع لعبات ارسال مرة تانية وعايا خالد دفاع عن الملعب وتانية بتلعب الكرة وايا هتعد الكرة ملعب الزمالك مرة تانية اعداد وضربة صحقة من لعبة النادي الاهلي رقب اربعة مريم متولي ولكن خارج الملعب والنقطة تمنتاشر للاهلي تمنتاشر الاهلي خمستاشر الزمالك والتقدم هيا خالد على الارسال خمانتاشر الاهلي خمستاشر الزمالك ارسال من اعلى استقبال من رقب اربع من مريم ومأعداد من رقب اتنين وعشرين من داليا المرشدي وضربة صحقة من النادي الاهلي والخطأ كده ما فيش تغطية طبعا على الكرة اللي فاتت دي ونقطة النادي الزمالك ونقطة ستتاشر ستتاشر الزمالك طمانتاشر الاهلي اهي طلعة دعاء ولكن كان التغطية بتاعة ايا خالد كانت تبقى اسرع من كده عشان تلحق الكرة قلنا التغطية على حقة الصد والضارب دايما لازم تكون سريعة ومتابعة قوية ومحاولة مرة تانية مي غزال بتلعب الكرة وتعدي ملعب مجل الزمالك عداد زمالك ومتعديها مليكة على البرازلية وبيجيب منها نقطة والنقطة سبعتاشر الزمالك بي صارع عايز يتعادل والاهلي بيفرق ان شاء الله ويزيد محاولات ان شاء الله وقال الارسال مع رقب اربعة مارين متولي النادي الزمالك الامس او بالموسم القريب الموسم الماضي كانت لابسة لفلنة اليوم عالم الاحتراف في كرة الطيرة ما خليهش بقى يلبس احمر او ابيض مهرة تانية من نادي الزمالك والتعادل تمنتاشر تمنتاشر نخلي باننا نخلي باننا دايما من اعطي الصد كابتن امراهيم فقر الدين طلب وقته مستقطع طبعا اكيد هي بصوا الكرة دي هي في الاعادة لعباها رقم عشر مائة ممدوح لعبتها كده بيقديها الاثنين وجبت نقطة تمنتاشر والتعادل تمنتاشر تمنتاشر وقته مستقطع طلبه كابتن امراهيم عالم الكرة الطيرة بقى عالم سريع ولغ تم الغاء طبعا بوقت مستقطع للمباراة لفن المباراة اللي هو عند النقطة ستاشر والنقطة تمانية تم من الاتحاد الدولي لسرعة ويعني عايز يسرع اللعب وصرع النقاط والوضوح ازهر والتشويق للعبة القرة الطيرة مريم متولي على الارسال رقم اربعة هتلعب ارسال من نادي الزمالك واعداد واستقبال واعداد دعاء ضربة صحيقة من تانية رقم تلاتة الصربية تسلم ايدك يا تانية اه جاية جاية خلفي وضربة طبعا ضربة قوية فين على الخط بص على القطر والنقطة تسعتاشر ويتقدم النادي الاهلي دعاء محمد معد الفريق على الارسال رقم عشرين لعبة منتخب مصر ايضا ارسال من اعلى دعاء اشتقبال زمالكاوي من ايسل اعداد وضربة خلفية من نادي الزمالك ونقطة لنادي الزمالك ونقطة التعجل نقطة التعجل تسعتاشر تسعتاشر مباراة قوية مباراة قمة تستحق كل التقدير والاحترام من الفريقين يستحقوا كل التقدير والاحترام المديرين الفنيين سواء كابتن إبراهيم فخر الدين ومجهازه المعاون او كابتن حسام شكري المدير الفني النادي الزمالك ومجهازه المعاون ارسال من نادي الزمالك تسعتاشر تسعتاشر ارسال كده من اعلى استقبال اهلاوي من نادي اعداد دعاء وطلعت كده رقم تسعة من نادي الزمالك فريدة شام ضربة مركز ثلاثة وخادت الكورة وتقدمت نادي الزمالك نخلي بقى النبقى من القرات اللي جاية رقم عشرين نور اهاب عزمي هتلعب ارسال لاستقبال واعدادهم حول مرة تانية واداب حول من نادي الاهلي ودفاع النقطة التانية كده يا جماعة واحد وعشرين الزمالك تسعتاشر الاهلي اعتقد ان كانت مراهيم فقر الدين هيطلب وقت مستقطع هل بعد الكورة دي ارسال من اعلى من لعبة نادي الزمالك نور اهاب عزمي نور هتلعب بالارسال خارج الملعب ونقطة كده للنادي الاهلي والنقطة عشرين وانتقدم الاهلاوي عشرين الزمالك واحد وعشرين وعلي ارسال دعاء الغباسي رقم اربعة لعبة منتخب مصر تاخد النفس وتلعب ارسال من اعلى ارسال من اعلى مع الوزن ارسال كده خلف الشبكة صعب شوية عادي بقى التقطيع على مرة تانية دعاء وحاق صد خارج الملعب ونقطة اهلاوية نقطة اهلاوية نقطة التعادل واحد وعشرين وواحد وعشرين اهو هي طلع دعاء وتانية اهه في الاعادة خارج الملعب وتجي في حاق الصد الزمالكاوي من رقم تسعة فريدة الشام ورقم تسعتاشر هنال حسن وتبقى خارج الملعب اعداد بمحاولة وضربة من مليكة رقم خمسة وخارج الملعب وهي نقطة هنا ونقطة هنا نقطة اتنين وعشرين الزمالك واحد وعشرين الاهلي هي في الاعادة هي هاقط الصد خرج منه الكورة خارج الملعب خارج الملعب على الارسال مع نادي الزمالك رقم تسعتاشر على الارسال هنال حسن ارسال من اعلى استقبال اهلاوي تانية ندى وليد نعدي الكورية تانية بقى ملعب نادي الزمالك استقبال ايسل اعداد ومحاولة من اللعبة مليكة رقم خمسة ويتجيب النقطة تلاتة وعشرين تلاتة وعشرين واحد وعشرين في اتراض من الكابتن ابراهيم فخر الدين في خطأ نعبة رقم تمنتاشر دانا شوئي وقت مستقطع طلب الكابتن ابراهيم فخر الدين طبعا زعلان متدايق نتيجة بين على هو ده الشوط الاول مباراة الكرة الطيرة بين فريقية الاهلي والزمالك بصالة انتحاد الشرطة في كأس الصبر ونهاي كأس الصبر المصري من الموسم التاني او للسنة التانية السنة الاولانية والموسم الماضي حصلوا عليها النادي الاهلي وبعد فوز على نادي الزمالك في نهاي الصبر تشجيع الجماهير الاهلوية الجماهير الزمالكوية في أرض الملعب وده طبعا بيدي قوة للعب الفريقين على الارسال رقم 18 من نادي الزمالك ده نشوي برضو قد في نادي الاهلي وانتقل الى نادي الزمالك الحكم تغريد خطاب بتشاور على الكورة ارسال نادي الزمالك 23 نادي الزمالك 21 نادي الاهلي نخلي بنا من الاخطاء شوية اهي ارسال استقبال كده خارج الملعب ونقطة النقطة 22 نقطة من نادي الاهلي مباراة مباراة هتبقى قوية وهتبقى طويلة مدئين متأخرين عن معاد المباراة ارسال من النادي الاهلي نادي حمدي استقبال زمالكاوي وحاول مرة تانية وجوه الملعب ونقطة نقطة للزمالك 24 الزمالك 22 واتشاديين الاهلي نقطتين فارق للصوالح الزمالك يلا نحاول نتعادل ارسال مع نادي الزمالك هذه النتيجة امام حضراتكم ارسال من اعلى استقبال اعداد من دعاء والله يا تانية يلا يا تانية خارج الملعب يا تانية والنقطة 25 لصالح نادي الزمالك ويمتهي على الشوط الاول لصالح نادي الزمالك 25 22 وخاصل بين الشوطين الشوط الاول والتانية ونعود لحضراتكم مرة تانية 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 اشتركوا في القناة 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 نقطة الخمسة اهي محاولة لعبة الكرة كده مريم متولي فوق حقاة الصبر رقم عشر على الارسال مايا ممدوح عبت نادي الزمالك الموسم الحالي والموسم السابق في عبت النادي الاهلي ارسال من مايا بتلعب ارسال استقبال اهلاوي اعداد مدعاء وضربة صحيحة من تالية يلا كده فيه تغطية على الضارب ونقطة للنادي الاهلي خطأ كده على النادي الزمالك خطأ ايه خطاكت شبكة والنقطة الرابعة للنادي الاهلي اربعة الاهلي خمسة الزمالك اهي اهي طالعة ارسال مع النادي الاهلي بيجي في الشبكة مش عايزين نضيع ارسالات يا جماعة نلعب الايزي طيب نلعب الايزي ستة زمالك اربعة على الاهلي وماريب متولي على الارسال لقم اربعة لعيبة النادي الاهلي استقبال كده من النادي الاهلي ايا خالد يلا يا تانيا يا تانيا يا تانيا برافو تسلم ايديك يا تانيا النقطة الخامسة الاهلي خامسة الزمالك ستة الارسال مع النادي الاهلي الارسال نادي الزمالك النادي الاهلي هتلعب ارسال تانية هتلعب ارسال من اعلى استقبال قوي نادي الزمالك اعداد ومحاولة من مليكة وحاقة الصد ونقطة للنادي الاهلي نقطة التعادل نقطة التعادل ستة الاهلي ستة زمالك والارسال مع تانية تلك التاني مرة اهي الكرة اللي فاتت اهيد وحاق طلعة وحاق صد كده بيجيب نقطة للنادي الاهلي دعاء وآي خان ارسال قوي من تانية اعداد مرة تانية ومحاولة نخلي بان نخلي بان نقطة النادي الزمالك سبعة الزمالك ستة الاهلي المباراة طبعا قوية المباراة قمة فرقتين كل فريق فيه لاعبات على مستوى عالي قادي بمهير النادي الاهلي بتشجع جاء الاهلي كل حماس وكل قوة من قبل المباراة وهي الداعم الاول لفرق الجماعية وفرق الصلاة للنادي الاهلي ونادي الزمالك الجماهير الف القطبين ارسال استقبال نادي الاهلي دعاء وضرب صاحقة من دعاء الغبات ومحاولة مرة تانية وارسال بييجي ونقطة للنادي الاهلي النقطة السبعة سبعة الاهلي سبعة الزمالك ونقطة التعادل نخلي بالنا بقى من الارسال كويس ما نضيعوش يلا يا آية تعليمات كده مراهن فقر الدين على طول للعبات سواء تانية وسواء دعاء الغباتي وآية على الارسال ارسال قوي استقبال ومحاولة نقطة للنادي الاهلي خارج الملعب آية خارج على الارسال سبعة الاهلي سبعة الزمالك ارسال من اعلى استقبال زمالكاوي اعداد من 18 من عبات نادي الزمالك من دانا شوق ومحاولة مرة تانية الاهلي وضربة صحيقة هلفية من رقم 11 صار امين اللي هي نزلت مكان رقم 6 ويار خليفة ونقطة للنادي الاهلي النقطة التامنة للاهلي تمانية الاهلي سبعة الزمالك وعا الارسال آية خالد رقم 17 تعليمات حسام شكري للاعبة نادي الزمالك اهو هذه آية خالد على الارسال رقم 17 استقبال زمالكاوي اعداد وماليكا بتضرب وفيها دفاع عن الملعب من آية خالد ومحاولة من لعبات نادي الزمالك لإيقاف الهجوم الأهلاوي نقطة التعادل للنادي الزمالك نقطة التعادل ارسال مع الاهل مع الزمالك رقم 18 دانا شوق تلعب ارسال خارج الملعب ونقطة للنادي الآلي نقطة التقدم تسعة الاهلي تماني هزة مالك اهي نزلة رقم 22 نهال جمال مكان نادا وليد وده الليبرو مريحه بعض عسب تعليمات الكابتن مراهيم فقر الدين طرم اللفة ما لفتش وتلعت قدام خلاص بيقدر يغيره مع بعض ومتهية ما تتعداش خط التلت الاماني وإرسال محاولة من نادي الاهلي يا جمال يا جمال ولقطة للنادي الاهلي ونقطة التقدم عشر الاهلي تماني هزة مالك اهي بص شايفين الكرة دي حلوة اوي الكرة دي اهي حقا تصد كده جماعي سلاسي جميل من مركز ثلاثة واربعة من رقم اربعة دعاء الغباشي وصار امين ومي الرفاع وميار الخليفة وبيجيب النقطة العشرة والوقت المستقطع الاول لنادي الزمالك ايدي كابتن مراهيم بيراجع الاخطاء جهاز المعاون وقفين كلهم مع الجهاز جهاز كله وقف انتهى الوقت المستقطع اللي طلبه كابتن حسيم شكري والنتيجة تقدم الاهلي عشرة تمانية الزمالك وانتهى الوقت المستقطع والارسال والارسال مع النادي الاهلي دعاء محمد على الارسال رقم عشرين دعاء هتلعب ارسال من اعلى استقبال قوي اعداد دانة وضربة صحيقة ومحاولة من النادي الاهلي لزيادة الفارق طبعا الى ثلث نقاط ومحاولة مرة تانية يلا يا تانية يلا يا تانية معلش المرة نعوضها نقطة النادي الزمالك تسعة الزمالك عشرة الاهلي والارسال مع النادي الزمالك رقم خمسة مليكة البرازيلية هادي الارسال اهو ارسال قوي استقبال من النادي الاهلي ومحاولة من دعاء وعدة الكرة كده واستقبال زمالك ومرة تانية وضرب صاحقة من مريم متولي تيجي في الشبكة ونقطة للنادي الاهلي ورجع الفارق نقطة اتناشر تنة نقطة اتناشر الاهلي تسعة الزمالك اهو مريم طلع وجات في الشبكة اهي فرحة اهلوية بالنقطة وعلى الارسال دعاء محمد مرة تانية وعداد دانة تلعب ومحاولة من النادي الاهلي استقبال وحاعد صد وصار امين ولكن بينزي الارض ملعب النادي الاهلي والنقطة العشرة النادي الزمالك رقم واحد على الارسال من نادي الزمالك نادا مرجان نادا مرجان هتلعب ارسال من اعلى استقبال اهلاوي من نادا وليد حولها من نادا من دعاء ومتعد تانية تانية كرة ويجيب نقطة ويزداد الفارق الى تلات نقاط مرة تانية فيه هنا خطأ من لعبات نادي الزمالك والارسال مع نادي الاهلي الاهلي تلات عشرة الزمالك اهي بص ده تات ونسبة ملعب نادي الاهلي ارسال من الاهلاوي خارج الملعب نهدي شوية الارسال يا بنات الارسال مع نادي الزمالك حداشر الزمالك تلات تلات اهلي ايدي صار امين نزلة مكان زينة العلم نزلة مكان مي غزان رقم 14 استقبال أهلاو إعداد دعاء وتانية بتضرب صاعك وبتيجي تلعبها رقم 10 من نادي الزمالك مية ممدوح خارج الملعب ونقطة نادي الأهل الأهل 14 11 الزمالك نقطة نادي الأهل ويتقدم الأهل ويتسع الفارق إلى ثلاث نقاط يلا بقى نستمر على هذا الفارق إلى أن نفوز بهذا الشوت ونتعادل وبعد كده نخش على شوت الثالث ويكون نصبنا ودي كرة كده ملعوبة من رقم 22 من داليا المرشري وبتيجي في الشبكة وترجع ملعب مية الزمالك ونقطة للنادي الأهلي والنقطة 15 15 الزمالك النفسان مع النادي الأهلي يلا يا سارة سارة أمين بتلعب يرسال يا سارة نعجل نعجل يا جماعة على الرسال 12 الزمالك 15 الزمالك أعدي مقصورة كبار الزوار أو كبار الديوف مقصورة اتحاد الشرطة الرياضي ونقطة للنادي الزمالك النقطة 13 ونفرق أنتطين واضح أو حضور أو مهندس خالد مرتدي أمين صندوق النادي الأهلي والمهندس محمد الوزاوي وطبعا رئيس اتحاد الكرة الطائرة المهندس ياسر أمر وحضر من نادي الزمالك نائب رئيس نادي الزمالك المهندس وشامك نصر وهذه نقطة لصالح النادي الأهلي والنقطة 16 وهتقدم الأهلي وهذه نزل التهيل نادا وليد نهال جمال رقم 22 ما كان نادا وليد طبعا الاثنين الليبرو نحقهم يبدلوا في وقت ما هم عايزين بحيث أن هم ما يطلعوش في المنطقة الأمنية تعليمات دعاء محمد أهيل دقاية خالد وتانية على الإرسال تانية السربية والنقطة 16 يلا يا تانية ومحاولة كده وخطأ على لعبات النادي الأهلي والنقطة 14 14 الزمالك 16 الأهلي هذه احتياطي النادي الأهلي والجهاز الفني طبعا وعفين كلهم والإرسال مع رقم 20 من نادي الزمالك نور إهاب عزمي هتلعب من أعلى استقبال كده وخارج الملعب ونقطة داخل الملعب الكرة دي الكرة دي داخل الملعب ونقطة النادي الزمالك النقطة 15 وقت مستقطع طلبه كابتن إبراهيم فخر الدين طبعا هي على الخط هي بينا خالص في الإعادة كابتن إبراهيم فخر الدين جهاز الفني جهاز الفني المعاون للنادي الأهلي أهو أمام حضراتكم تعليمات صارمة ووضحة لعدم تكرار الأخطاء سواء التخطي على حالة الصدق سواء الضارب سواء الإرسال الجديع كابتعليمات هين المعدة طبعا المعدة الأساسية دعاء محمد وعدة الفريق النهاردة والإرسال مع النادي الزمالك نور على الإرسال نور بتلعب إرسال من أعلى استقبال ومحاولة مرة تانية وضاربها صاحقة من تانية يا ولد يا تانية تانية بيجيب النقطة 17 تقدم النادي الأهلي 17 15 الزمالك في تغييره 22 مكان 20 اللي هي داليا المرسدي مكان نور إهاب الإرسال مع النادي الأهلي هي خالد على الإرسال رقم 17 هي اعتلعب إرسال من أعلى مع الوج استقبال زمالكاوي إعداد دانة وضاربها صاحقة من مليكة البرازلية ومستمر اللعب هي وقفة عن مليكة على أنها كرة مثلت أرض الأهلي مرة تانية والكرة سجال بين الفارقين وأعداد دانة والمليكة بتلعب ومحاولها مرة تانية اتعبد الكرة والخطأ على نادي الزمالك والنقطة 18 التسع الفارق على ثلاث نقاط لصالح النادي الأهلي أهو حائط صد وبيجيب النقطة 18 18 الأهلي 15 الزمالك آية خالد على الإرسال آية لعبة الأهلي لقم 17 بتلعب إرسال قوي استقبال دانة بتعيد دخال فيه وضاربها صاحقة وعب تجيب حاقط الصد وتبقى نقطة لنادي الزمالك نقطة 16 نخلي بنا من التخطية على حاقط الصد مرارا وقت إكرارا من قول يا جماعة 18 على الإرسال من نادي الزمالك دانة شوقي إرسال من أعلى استقبال نادي الأهلي آية خالد مرة تانية تانية بتلعب تانية السرطية إعداد خلفي نادي الزمالك خارج الملعب والنقطة 19 للنادي الأهلي 19 الأهلي 16 الزمالك مباراة القمة بين الفريقين في نهاية كأس الصبر للسيدات تقول الطائرة للسيدات والإرسال مع النادي الأهلي دعاء دعاء محمد اعتلعب إرسال من أعلى رقم 20 استقبال كده زمالكاوي خارج الملعب يا جماعة نخلي بالنا من الإرسالات مش عايزين نضيع نقاط كده نقطة 17 الزمالك 19 الأهلي مليكة على الإرسال قادي جماهيري من نادي الأهلي العظيمة الوفية اللي بتقف جنب النادي الأهلي في كل وقت وفي كل حين وإرسال خارج الملعب والنقطة 20 للنادي نقطة 20 للنادي الأهلي 17 للزمالك الإرسال مع دعاء الغباشي رقم 4 تاخد نفس ونتلعب الإرسال قوي استقبال أيسل إعداد دانا محاولة من مريم متولي ودفاع وتغطية النادي الأهلي حاط الصد أقوى وأحسن في النادي الأهلي استقبال إعداد ودربة صحقة تانية ومحاولة ودفاع عن الملعب مرة تانية النادي الأهلي إعداد يلا ميار بتعد بصار أمين ومحاولة للضرب الصاحق من مركز اتنين مرة تانية ندافع أحسن أحسن ونكون مساعدت مستمرة يا جماعة نخلي بقى لنا نخلي بقى لنا بالضارب 18 الزمالك 20 الأهلي نخلي بقى لنا من دائما من هاو يعني هي طالع الضرب الحاقة الصد طالع الزمالك ورجع القرى ملعب النادي الأهلي يبقى لازم نكون فيه تكتيك وعداد واستقبال للحاقة الصد أو التخطيع على الحاقة الصد إرسال مع الزمالك استقبال أهلي من ندا وليد إعداد دعاء وضرب صاحقة من تانية وبيبقى نقطة للنادي الأهلي يا سلام يا سلام يا تانية والنقطة 21 21 الأهلي 18 رزا مالك 3 نقاط فارق لو قلنا في بداية الشوت لو قلنا استمرنا على هذا الفارق هنفوز بهذا الشوت إن شاء الله ونتعادل وناخد شوت تاني وتالت وننفوز بهذا اللقاء وهذا كأس الصبر المصري بالمرة التانية إن شاء الله استقبال حول مرة تانية من عبة النادي الأهلي ويلا يا أهلوية جات في الشبكة ونقطة للنادي الأهلي نقطة 22 22 الأهلي 18 الزمالك أهو أهو وقت مستقطع طلبه كابتن طبعا أكيد كابتن هسام شكري المدير الفني للنادي الزمالك في فارق ثلاث نقاط أو أربع نقاط هوم لصالح النادي الأهلي هدوء أعصاب في النادي الأهلي شوية بعد مزاد الفارق إلى أربع نقاط الكابتن مريم ففر الدين هادس جوية مش متعصم لأن طبعا كان واضح عليه أصار خسار الشوت الأول أول بطولة طبعا تعدي على الفقيد نائب عيس النادي مع الوزير الله الحامر العامل الفارق كان دائما وأبدا بيحضر متشاط هل الصلاة سواء رجال أو سيدات كرة طايرة سلة ياب فطبعا ألف منور ورحمة عليه ودائما أبدا أكيد النادي الأهلي يفتقد هذا الرجل نقطة 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 تسعتاشر زمالك تسعتاشر اتنين وعشرين الأهلي صار سارة ارسال ارسال من أعلى استقباء خارج الملعب خارج الملعب والنقطة 23 أصبحنا تاني تلات نقاط وادي التغيير اهو مش تغيير هو ما اعتبرش تغيير اللي هو اللي برو من وعشرين نهال جمال مع ندا وليد وبيتخياره مع مع ارسال من أهلي صار امين استقبال ده انا ومحاولة مرة تانية 21 كده 21 نخلي بالنا من اهو القرى دي نخلي بالنا منها كويس جدا برد التقطية وانا نحاة الصد الارسال مع نادي الزمالك مريم بتولي تيجي في السبكة مريم والنقطة 24 24 الاهلي 21 الزمالك نقطة ممتعي هذا اللي قال هذا الشوت لصالح النادي الاهلي وعالارسال تانية الشوت الاولاني خلص تصرح النادي الزمالك 25 22 شوت التانية الاهلي متقدم 24 21 تانية تانية السربية تانية بكان استقبال وإعداد خلفي ومحاولة بتعديد الكرة مرة تانية دعاء بتعد وضرب صحيقة من تانية كده قوية ولكن في استقبال زمالك وقوي يلا نعجل الكرة عشان ما نخل نقطة ومحاولة مرة تانية من لعبات النادي الاهلي خارج الملعب ونقطة كده دعاء بتحضن الحائط وبتطب عليه كده يعني ده تعقيبا لأن النقطة بيضاعك منها 22 الزمالك 24 الاهلي والإرسال مع نادي هالزمالك استقبال النادي الاهلي صار امين وضرب صحيقة من تانية والنقطة خمسة وعشرين وينتعي هذا الشوت لصالح النادي الاهلي خمسة وعشرين اتنين وعشرين الشوت التاني والتعادل في الاشواط شفنا تانية بتلعب بخوة وبمهارة وبحرفنا وانهة هذا الشوت الصالح نادي الاهلي طلعوا ضربة من ضربة خلفية ويجيب نقطة خمسة وعشرين وفاصل ونعود لحضراتكم الى الشوت التالت بين فريقي الاهلي والزمالك مبارات القمة في الصوبر المصري اشتركوا في القناة 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 الاهلي دائما وأبدا معكم في كل بطولات الصلاة لأبطال الزهب وفتيات الزهب ورجال الزهب الأهلي في كل الألعاب الجماعية ألعاب الصلاة كرة الطيرة كرتلياد كرة السلة والمباراة في الشوت الثالث مباراة نهائي كأس الصبر على إيدك اليمين هيبقى نادي الزمالك على إيدك اليسار النادي الأهلي بزيه الأحمر تشكيل النادي الأهلي زي ما هو أعتقد آية خالد رقم سبعتاشر دعاء محمد عشرين دعاء الغباشي أربعة آية تانية رقم تلاتة ستة ميار خليفة صار أمين رقم حداشر وطبعا لبرو الفريق نادا وليد ونهال جمال أما نادي الزمالك ماريب متولي رقم أربعة برازيلية مليكة رقم عشر دانس شوقي رقم تسعتاشر هانا الحسن سابين حسن عبد رقم حداشر رقم سبعة آيسل نديم لبرو الفريق رقم حداشر طبعا امتظار للمراجعة دوران المراكز والارسال مع نادي الزمالك هاتشاور ويدير هذا اللقاء تحكميا الكابتن تغريد خطاب حكم دولي ونجلاء طالعة معاونة حكم دولي وعلى ارسال نادي الزمالك ارسال من اعلى استقبال نادي الاهلي خارج الملعب والنقطة الاولى للنادي الاهلي بداية موفقة في الشهوط الثالث الدعاء الغباشي رقم اربعة على الارسال تركيز كده كابتن ابراهيم فقر الدين طبعا غاني عن التعريف ويدير فني محنك وله باع طويل في تدريب المنتخبات وتدريب فرق الدوري المنتاز انسات على ارسال رقم خمسة مليكة التعادل واحد واحد الزمالك الاهلي والارسال مع مليكة ارسال من اعلى استقبال اهلاوي يلا يا دعاء محمد وضربة صحقة تانية في استقبال كده حول اتقاف الدربات الصحقة من لعبات النادي الاهلي ولكن في خطأ على لعبات نادي الزمالك ونقطة للنادي الاهلي والنقطة التانية ارسال مع النادي الاهلي اتنين الاهلي واحد الزمالك ستة على ارسال ميار خليفة ميار من اعلى استقبال كده ايسل اعداد خلفي ده انا وضربة صحقة خارج الملعب والنقطة التالتة للاهلي بداية كده تكون موافقة في الشرط التالت بنفكركم ان الاهلي هيلعب مع ودي دجلق بعد بكرة ان شاء الله في الدور التمانية لدوري الكرة الطايرة هيكون الساعة ستة بصالد اتحاد الشرطة ايضا وهيكون الاهلي مع الاهلي مع الشمس والزمالك مع ودي دجلق ويسموحها مع الزهور الساعة اربعة وسبورتينج مع الساعة اتنين كل دول صالد اتحاد الشرطة اليوم الاول اليوم الخميس هيلعبه تاني اليوم التاني لان ده هيلعبه بنظام اللي هو ما تشيل لو كل الفريق اللي يفوز ما تشيل يبقى يصعد للدور قبل النهائي او للدور النهائي والخسرانين بقى يلعبوا مع بعض على الثالث والرابع ده دوري التمانية والارسال مع نادي الزمالك كاس السوبر المصري لكرة الطايرة رقم واحد على الارسال من نادي الزمالك نادا مرجان نادي ده هتلعب ارسال من اعلى استقبال كده من نادي الاهلي نادا وليد تانية السربية بتعدي الكورة صار امين مرة تانية ومحاولة كده من نادا وليد ولكن الاستقبال وحش بتاع نادا بيضيع نقطة يبقى التلاتة الزمالك اربعة نادي الان اهو بص الاستقبال نادا وليد يعني مش على ما يرغب الارسال مع نادي الزمالك تلاتة الزمالك اربعة الاهلي التعادل في الاشواط خمسة وعشرين اتناشر خمسة وعشرين اتناشر الشرط الاول كان الزمالك شرط الثاني كان الاهلي ارسال خارج الملعب ونقطة لنادي الاهلي النقطة الخمسة خمسة الاهلي تلاتة الزمالك اي خارج الملعب واضحة خالص يعني صارة امينة على الارسال صارة تلقى دي قلنا مقصولة كبار الزوار او كبار الديوف فصالة اتحاد الشرطة الرياضي امام حضراتكم ضربة خلفية من صارة مرة تانية ومحاولة كده للدفاع عن الملعب من داليا دعاء الغباشي والنقطة الرابعة لنادي الزمالك اربعة الزمالك خمسة الاهلي والارسال مع نادي الزمالك استقبال كده ودعاء وآية خالد يا ولد يا آية يا ولد برافو يا هيا تسلم ايديكي نقطة كده النقطة الستة وتزود الفريق الى نقطتين والارسال مع تانية السربية تانية بوكان وهذه اي خالد طلع وضربة كده من مكان قوي وبيتجيب النقطة الستة تانية السربية تانية بوكان محترفة في النادي الاهلي مركز اربعة بتلعاء برسال من اعلى استقبال زمالكاوي اعداد داناوة محاولة مرة تانية استقبال كده من دا من تانية برضو وضربة خلفية من تانية لازم نغطي على حاط الصد وعالضارب يا بنات محاولة مرة تانية وخارج الملعب من زمالك ونقطة للنادي الاهلي النقطة السبعة سبعة الاهلي اربعة زمالك ازداد الفارق ثلاثة هو لو نحافظ عليه زي الشوط اللي فات ونخرج بالشوط التانية تانية الصرفية على ارسال رقم ثلاثة ارسال من اعلى مع الوز استقبال زمالكاوي اعداد داناوة محاولة مرة تانية من اهو بص اهو دا استقبال الكرة الاولى من الضارب دايما بتبقى بتسهل علينا ان احنا نقدر نلعب وادي النقطة التامنة للنادي الاهلي دابل اسكور تمانية الاهلي اربعة زمالك اهي مع الاعادة اهي تانية اهي ضربة صاحقة قوية تيجي في حاط الصد وتيجي في لبرو الزمالك وتبقى خارج الملعب ما تلحقهاش مليكة البرازيلية ويبقى النقطة رقم تمانية للنادي الاهلي تمانية الاهلي اربعة زمالك والوقت المستقطع اللي طلبوا الكابتن اكيد طبعا حسام شكري دابل اسكور وهدي فريق النادي الاهلي كابتن ريف فقر الدين الهدوء طبعا وبين على وجهه هذا الشوق طبعا اللعبات التغذية والنفسي طبعا كلهم موجودين كده وبيكلموا مع الفريق نادى راشد اخصائي نفسي ومحمد شريف اخصائي تغذية وبيحاولوا ان هما يكونوا مع الجهاز ويدوا دفع معنوية للجهاز طبعا ده اول مرة نشوف اخصائي نفسي واخصائي تغذية في فريق كرة طيرة للسيدات من هذا الموسم طبعا كانت مريف فقر الدين يستحق كل التقدير واحترام لهذا الجهاز بضم عشر افراد بداية من بي بنهاية نبي محمد شريف اخصائي التغذية ومحاولة من النادي الاهلي ايه ايه خلي بتعدي الكرة ولكن متعديش الكرة ونقطة نطمئلنا على اللعبات اللي وقت ونشوفها هم قاموا ونقطة لنادي الزمالك خمسة الزمالك تمانية الاهلي والارسال مع ميتو مريم بتولي تلعب ارسال ارسال من اعلى استقبال كده من نادي دعاء وضع ربا صاحقة ومحاولة كده ونعد الكرة يا دعاء معلش معلش الكرة دي نقطة لنادي الزمالك ستة الزمالك تمانية الاهلي اهو تعليمات الكابتن براهيم فخر الدين في الكرة المعادة ايه اهو حضراتكم اهي محاولة من دعاء الغباشي اهداء استقبال مرة تانية ومحاولة من دعاء مرة تانية وتيجي فيه سلم الحكم واتخبطت اهي محاولة مرة تانية كرة خارج الملعب هي بتولي الحكم انا اتخبطت في السلم الارسال مع النادي الاهلي ايه خالد تمانية الاهلي ستة الزمالك تسع الاهلي ستة الزمالك والارسال ايه خالد رقم سبعتاشر في اعتراض من عبات نادي الزمالك هو بيكلموا الحكم وانتهى والحكم بتلعب تغريد خطاب ارسال من اعلى ايا خالد استقبال نادي الزمالك ومحاولة مرة تانية ودعاء ربا صحيكة من مليكة والدفاع او تغطية على حقق الصد جابت نتيجها ودي كرة صحيكة معيكة لا ترد ولا تصد من نادي الاهلي الاهلي عشرة ستة الزمالك زدنا هو بقينا اربع نقاط اهي رفعة وهدي دعاء الغباشي وبتضرب من مركز اربعة جات في ايسل ومع رمد ريشت تكمل ونقطة للنادي الاهلي عشرة الاهلي ستة الزمالك والارسال مع ايا خالد رقم سبعتاشر المبر كده او مسيح الملاعب يمسح مكان ملاعب او قعد كده السكور او الفارق زاد لصالح النادي الاهلي اربع نقاط ارسال من اعلى ايا بييجي في مليكة اعداد دانا ومحاولة ماريون متولي خارج الملعب يا ماريون نقطة للنادي الاهلي النقطة رقم حداشر حداشر الاهلي ستة الزمالك النقطة الخمسة فارق خمس نقاط فارق ارسال اهدي جماعير النادي الاهلي اللي بتشجع الاهلي بكل اريحية بعد تقدم النادي الاهلي في هذا الشوت والتعادل واحد واحد ومحاولة كده من لعبات نادي الزمالك الى تقليل الفارق مرة تانية وحاق الصد واستقبال من صرق امين دعاء بتلعب تانية وتجيب النقطة الرقم رقم اتناشر اتناشر الاهلي ستة الزمالك اهي امام حضراتكم اعادات خلفي من دعاء وادي التانية السرطية بتجيب نقطة كده قوية والنقطة اتناشر دابل سكور دابل سكور اتناشر ستة هادي جماعير النادي الاهلي اهي خالة ما زالت على الارسال ارسال من اعلى ايا خالد نتائج اشوات واحد واحد والشوط التالت دابل سكور والاهلي متقدم اتناشر ستة ارسال من اعلى استقبال زمالكاوي اعداد مرة تانية ومحاولة من النادي الاهلي لتزيادة الفارق وهو هجوم واعداد ومحاولة وتربطات وادي الكرة من تانية السربية مرة وحاق تصد جميل حاق تصد جميل لا اروع ولا احسن من كده من لعباتين من نادي الاهلي حاق تصد زوجي بيجيب النقطة 13 ويزداد الفارق الى سبع نقاط اهو حاق تصد تلعين اهم اهم الاتنين مع بعض اهم 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 الاهلوية اهم دعاء محمد وصار امين والنقطة 13 13 الاهلي ستة زمالك ارسال من النادي الاهلي ايا خالد ارسال من اعلى ارسال اس والنقطة 14 للنادي الاهلي يا حلاوته يا جماله الجماهير طبعا مستمتعة واللعبات بتشجع تانية الصربية بتسقف مع الجماهير والنقطة 14 تمانية 14 ستة فارق تمن نقاط لصالح النادي الاهلي ايا خالد ما زالت على الارسال تسلم ايدك يا ايا ارسال من اعلى يا خالد استقبال مريم واعداد ومعاولة ودفاع عن الملعب التغطية وضربة صحيقة قوية خارج الملعب والنقطة 15 نقطة جميلة جدا وفارق وصل لتسع نقاط فارق قوي جدا هذا الشوت سيبقى دفع معنويا ان شاء الله لو خدنا هذا الشوت سيبقى دفع معنويا للشوت التالت الشوت الرابع وناخد الشوت التالت لاصل وقت مستقطع طلب الكابتن حسام شكري طبعا ادي النتيجة باينة شايف تانية تانية صربية طبعا اخصاء التغذية واخصاء النفسي بيدوا موز للعبات اهو ومية وعصير كل ده طبعا اكيد بيديهم طاقة وتغذية طبعا اثناء المباريات في تغذية اثناء المباريات في تغذية بعد المباريات وتغذية كمان اثناء التدريب كل ده العلم طبعا متقدم واحنا بنقول ان كابتن مرهيب فخر الدين راجل خبرة وتفهم وحط فيه جهازه اخصائي نفسي واخصائي تغذية ودي الندي الاهلي فاري اهو خمستاشر تسعة تسعة نقاط ودي تانية السربية سعيدة جدا بالنقطة اللي جابتها الاخيرة ودي الرسال مع ايا خالد يلا يا ايا كاس السبر يقترب من النادي الاهلي مارين متولق استقبال ماليكة بتعدي دفاع عن الملعب يلا وضرب صحيحك كده من تانية مرة تانية ودفاع عن الملعب زي ما قلنا استقبال الكرة الاولى في الشوت التالت قدر الاهلي يحول مجرى المباراة لصالحه ويزود الفارع وهذه نقطة النادي الزمالك نقطة السبعة دي بينا في الاعادة هي لعبة نادي الزمالك رقم اتنين وعشرين داليا المرشيد استغلت مفيش حد فيه مركز اربعة ولعبة الكرة في مركز اربعة داليا المرشيد على الارسال سبعة الزمالك خمستاشر الاقلي استقبال كده اعداد من دعاء ومرة تانية بتضرب دعاء الغباشي دعاء ودعاء احنا عندنا دعاء الغباشي ودعاء محمد محمد المعدة ودعاء الغباشي بتلعب في مركز اربعة ودربة صحيقة خالف الملعب خارج الملعب من صار امين خارج الملعب والنقطة التامنة للزمالك يلا ما نضيعش نقاط يربنا من الفوز بهذا الشوت ارسال استقبال اهلاوي اعداد دعاء وتانية بتلعب وخارج الملعب ونقطة للنادي الاهلي النقطة ستاشر حق الصد قوي من نادي الزمالك خارج الملعب والنقطة ستاشر للنادي الاهلي ستاشر الاهلي تمانية الزمالك دبل سكور الارسال مع النادي الاهلي دعاء محمد معدة الفريق استقبال زمالكاوي اعداد من دانا وضربة خلفية دعاء محمد عادة الكوره ميار خليفة دعاء كجاية لكن تفهمت الموقف ودي نقطة كده كمان نقطة تسعة تسعة الزمالك ستاشر الاهلي في تغيير في نادي الزمالك اهو دخل رقم خمستاشر اللي هي نوران احمد مكان اكيد المعدة عشرة اللي هي دانا شو ارسال ارسال من نادي الزمالك اعداد الاهلي دعاء ضربة صحقة من دعاء الغباش وصار امين ونقطة للنادي الاهلي النقطة رقم سبعة سبعتاشر سبعتاشر الاهلي تسعة الزمالك مباراة قوية قمة الكرة الطيرة للسيدات كأس الصبر طبعا الصبر ده عن الموسم الماضي الفرقتين الاولينين في كأس في الكاس وفرقتين في الدوري ودي النتيجة سبعتاشر الاهلي تسعة الزمالك على الارسال دعاء الغباش يبتلعب ارسال من اعلى استقبال نادي الزمالك وما حاول لها وحاول صد ونقطة للنادي الاهلي النقطة تمنتاشر تمنتاشر الاهلي تسعة الزمالك دابل سكور اهو وقال حاول صد اهو حاول صد اهلاوي ويرجع الكورة صار امين وميار الرفاعي ميار خليفة ونقطة للنادي الاهلي ارسال دعاء الغباش اعداد ومحاول مرة تانية من نادي الزمالك دفاع عن الملعب من نادي وليد مرة تانية حاعد صد كده من تانية ومن ميار خليفة بتجيب النقطة تسعة 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 لصالح النادي الاهلي الاهلي متقدم فارق عشر نقاط اهو اكتر من دابل سكور كمان عدينا تانية هي تانية بتلعب بروح عالية جدا تانية السربية استقبال نادي الزمالك اعداد وضرب من تانية وبيجيب النقطة كده لا تصد ولا ترد ويجيب النقطة عشرين عشرين الاهلي تسعة الزمالك اقترب النادي الاهلي من فوز بهذا الشهوط ويكون دفع معنوية قوية للشهوط التاني تالت او الرابع في هذا في اللقاء والتالت للاهلي دعاء الغباش على الارسال رقم اربع ارسال قوي من النادي الاهلي استقبال زمالك ومحاول مرة تانية خاطئ على الزمالك ونقطة للنادي الاهلي والنقطة واحد وعشرين واحد وعشرين الاهلي تسعة الزمالك فارق حداشر نقطة اتناشر نقطة دعاء الغباش على الارسال اخد نفس استنى شرط الحكم تغريد خطاب ارسال فلوتر خلف الشبكة ونقطة للنادي الاهلي النقطة اتنين وعشرين اتنين وعشرين اتنين وعشرين متفاعلة مع الجمايير اوي تانية السربية وبتشاور للجمايير وهدد الغباش على الارسال اتنين وعشرين الاهلي تسعة الزمالك مباراة قمة بحق مباراة قوية مباراة مليئة بالفنيات والمهارات ودي كابتن حسام شكري بيفكر هيعمل ايه في الشوت اللي جاي دعاء بتلعب ارسال قوي استقبال ايسل دربة صاحقة ومحاولة من النادي الاهلي التخطيئ على حقاة الصد مرة تانية وتانية بتلعب ومحاولة كده ولكن عدم التخطيئ على حقاة الصد البطء يعني قد نقطة النادي ازم 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 الاهلي اتنين وعشرين اتناشر نقطة فارق وعلى ارسال رقم خمسة مليكة البرزيلية ارسال من اعلى مع الوزن استقبال كده من نادى وليد دعاء الغباشي وتانية بتلعب ضربة قوية من مركز اربعة مرة تانية بتشوت ميار خليفة من مركز ثلاثة ونقطة النادي الزمالك الخطأ ده مش عايزين نقرب حداشر الزمالك اتنين وعشرين الاهلي هذا الشوت اكيد يعني الاهلي فرق فعلا هو عمل تغيير كده ما يغزال ما كدش في فورمتها او ولعب هو بميار خليفة ونادى حمدي مرضو ما لعبتش ودي وقت مستقطع طلب اكيد الكابتن حسام شكري الاخطاء اللي وقع فيها الفريقين كل مدير فني بيحاول ودي الكابتن مراهيم فخر الدين مدير فني النادي الاهلي مع دعاء دايما تعليمات مستمرة لدعاء محمد اللي هي معد الفريق عشان هي المعد لان دايما المحمل بيبقى على المعد اكتر معد الفريق ماليكة على ارسال ماليكة البرازيلية محترفة في مدير الزمالك بتشاور على الجهاز الفني او فيه حاجة كده الحكم بتطلب من التصوير يرجع وراء شوية بتطلب من الكاميرا المصور ارسال من اعلى مع ماليكة استقبال اهلى وخارج الملعب كارج الملعب نقطة 23 النادي الاهلي 23 الاهلي 11 يلا يا اهلي يلا يا اهلوية رقم 6 على الارسال ميار خليفة تشجعات طوال المباراة وقبل المباراة من جماهير النادي الاهلي العظيم الملوفية اللي بتشجع النادي الاهلي في كل مكان وفي الصلاة وفي كل وقت وفي كل حين وحاعد صد كده ومحاولها من النادي الزمالك لعبي الكرة حاعد صد تاني ولكن خارج الملعب ونقطة للنادي الزمالك نقطة 12 الزمالك 23 الاهلي نقطة للنادي الاهلي من مريم متولي ودواء رقم 1 على الارسال نادا مرجان هتلعب ارسال من اعلى نادا مريم مرجان برسال منها على استقبال اعداد منها ده دعاء وتانية يا تانية يا تانية برافو يا تانية تسلم ايدك يا تانية تانية السربية يعني من اللاعبات اللي حرزت اكتر عدد من النقاط هذا الشوت نقطة 24 24 12 بس ده سكور كبير جدا 12 نقطة فارئ صارة أمين على الإرسال خارج الملعب يا صارة 13 الزمالك 24 الاهلي نقطة ويمتغي هذا الشوت لصالح النادي الاهلي تغييره هو نفس التغيير 18 نزلة النادي الزمالك اللي هي دانا شوقي ويخرج اللاعبة نور أحمد رقم 15 الإرسال مع نادي الزمالك إرسال من أعلى مع الوزن استقبال كده ودي دعاء دار بصحيك ومحاولة بقى للنقطة الأخيرة ودي تانية ومتحاول تلعب الكرة ومحاولة من نادي الزمالك إلى آخر لحظة في هذا الشوت مرة تانية تانية وتانية وتانية وتالتة بتجيب النقطة 25 وينتهي هذا الشوت لصالح النادي الاهلي 25 13 فارق 12 نقطة والنتيجة اتنين الاهلي واحد الزمالك وراحة ما بين الشوتين الثالث والرابع ونعود لحضراتكم مرة تانية ان شاء الله نادي فارق 12 فارق 20 فارق 10 ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة النادي الاهلي لنتابع مع احداث مبارات القمة الكرة الطيرة للسيدات في جنهاء كأس السوبر المصري بين فريقاء النادي الاهلي اللي على ايدك يمين وفريق النادي الزمالك اللي على ايدك اليسار فريق النادي الاهلي شايفيني الكابتن مراهيم فقر الدين بيديهم بعض الداتا او الحاجات اللي موجودة في الشرط اللي فات عشان يقدروا يخلي بالهم منها تشكيل النادي الاهلي زي ما هو دعاء الغباشي اربعة سبعتاشر اية خالد عشرين دعاء محمد معيد الفريق وميار خليفة رقم ستة وثلاثة تانية بوكان السربية ولبرو الفريق اتنين وعشرين جنهاء الجمال ونادا وليد رقم اتنين ودي امام حضراتكم ودي سارة امين رقم حضرش والارسال مع النادي الاهلي مراجع كده لمراكز الدوران بين لعبات النادي الاهلي ونادي الزمالك الحاكم التاني طلعت ناجلاء طلعت بتراجع مراكز الدوران يعني مراكز اللاعبات ودي لعبة نادي الاهلي ميار خليفة رقم ستة ودي سارة امين ودعاء محمد رقم عشرين المعدة طبعا بيبقى عليها لعبء كبير والحمل في المباراة لان لازم تبصم على كل كورة دعاء محمد المعدة الفريق المعدة دائما وابدا بيبقى عليه شغل كتير واعباء كتيرة انه يغطي ويستقبل ويعد ويلعب اكثر من اي لاعب او لاعبة في ملعب الكورة الطيبة دعاء الغباشي رقم اربعة على الارسال والارسال مع الاهلي وانتقدم لصالح النادي الاهلي اتنين والزمالك واحد الشغط الاول لصالح الزمالك خمسة وعشرين اتنين وعشرين والشغط التاني لصالح الاهلي خمسة وعشرين اتنين وعشرين والشغط التالت لصالح الاهلي خمسة وعشرين تلات عشر نقطة الاولى في الشوط الرابع لصالح نادي الزمالك ويدور هذا اللقاء تغريد خطاب حكم اول ونجلاء طلعت حكم تاني ورقب هذا اللقاء من لجنة المسابقات كابتن عصام انور رئيس لجنة المسابقات طبعا بيحضر هذا اللقاء لفيف من اعضاء مجلس ادارة الاتحاد ومجلس ادارة النادي الاهلي ودي نقطة التعادل لان الاهلي كده طبعا الاهلي لو خد هذا الشوط يفوز بهذا اللقاء وهذا الكأس السوبر للمرة التانية لان الاهلي يفاز به الموسم الماضي هدي حقص صده قوي من تانية اللي يبتدي روح جماعية قوية للعبات النادي الاهلي والارسال مع ميار خليفة واحد الاهلي واحد الزمالك تشكيل نادي الزمالك كرة خلفية كده من دعاء الغباش وبيتجيب نقطة كده سهلة النقطة التانية للنادي الاهلي استقبال اعداد من دانا ومحاولة مرة تانية وبتنزل ملعب النادي الاهلي وفي خطأ على الزمالك والنقطة التالتة للنادي الاهلي ثلاثة الاهلي واحد الزمالك اهي في خطأ هنا اهو في خطأ في الكورة كورة محمولة اعتقد قال ارسال مع الاهلي ميار ارسال من اعلى استقبال ايسل اعداد وضربة صحيقة من النادي الزمالك ونقطة للنادي الاهلي خارج الملعب اهي في الاعادة طلع وضربة خارج الملعب خارج الملعب خارج الملعب وقت مستقطع اكيد طلبه كابتن حسام شكري واربعة الاهلي واحد الزمالك بدري اوي يا كابتن حسام للوقت المستقطع ده قادي كابتن امراهيم فخر الدين وتعليماته المستمرة لدعاء ولزميلها انتهى الوقت المستقطع لطلبه كابتن حسام شكري والانسان مع النادي الاهلي اربعة الاهلي واحد الزمالك اقتربنا من الحصول على كأس الصبر التانية كأس الاهلي فتيات الزهب دايما فريق الاهلي لكرة الطيرة سيدات دائما في المقدمة والاكثر تتويجا على مستوى مصر والدول العربية والعالم تلاتة وسبعين بطولة واخد تمانية وثلاثين دوري واخد خمسة وثلاثين كاس واخد ثمن كؤوس افريقية وصيف وبطولة الاندي العربية تمن مرات وده كأس الصبر مرتين فيضاف ليهم يعني دخلنا في تعداد تمانين بطولة ده غير طبعا بطولات المناطق ومنطقة القاهرة والدوري العام وكأس مصر وده مرة تانية النادي الاهلي بتقدم خمسة واحد والارسال وده ضربة صحيقة وحد صد من لعبات النادي الاهلي خارج الملعب نخلي بالنا نخلي بالنا من الحاقة الصد عشان ما نضيعش نقاط متتالية الارسال مع ماليكة البرازيلية نادي الزمالك هذه لعبة نادي الاهلي رقم اثنين نادي وليد لبرو الفريق ما شاء الله عليها نادي ممتازة ارسال نادي الاهلي استقبال دعاء ضربة صحيقة من تانية السربية لازم نخلي بالنا من التغطية على حق على الضارب يا جماعة تغطية على الضارب قلنا من شرط اللي فات وشفناها وخلينا بنا منها وفعلا نفعت اللاعبات والاهلي فاز بالشرط الثاني خمسة وعشرين طلعت عشر والنتيجة تقدم النادي الاهلي اثنين واحد في الاشوار قال يرسال مع ناجي الزمالك الزمالك ثلاثة الزمالك خمسة استقبال ايا خالد دعاء بترفع لي مليكة ولتانية تانية السربية تانية تسلم ايديك يا تانية والنقطة الستة ستة الاهلي ثلاثة الزمالك دابل سكور عايزين نقول دابل سكور دابل سكور كده لحد ما نفوز بهذا الشوت ونفوز بهذا اللقاع ونفوز بهذا الكأس السوبر ان شاء الله يا اهلاوية يلي الجماهير وراكو في كل مكان دانا شاو مريم بتولي وفوق حاعة الصد نخلي بالنا دايما مريم دي بتلعب كانت لعبة النادي الاهلي وطبعا حفظين هم لعبات النادي الاهلي بلعبه في الزمالك كلهم حفظين لعب النادي الاهلي وطبعا بيحاولوا يقدوا يحاولوا يقليلوا الفارق عشان يتعدلوا في الشدة ياخدوا الشدة ويتعدوا ولكن الاهلي فارق نقطتين واحسن اعتقد فنيا ومهريا ارسال نادي الزمالك نادا مورجان رقم واحد على الارسال خارج الملعب ولكن بيجي بيجي ارسال كده ونقطة النادي الزمالك والنقطة الخمسة بص انا بقول انا بشيد باللعابة تانية السربية دي عندها روح جماعية عالية وعندها اداع وعندها بتحفز زماعيلها دايما وما تجيب نقطة بتشجع وتشجع الجماهير وبتلعب وسجلت معتقد في الشوط اللي فات اكبر عدد من نقاط اهي تانية اهي طلعوا ضربة وطبعا يعني وجودها قوي جدا والنقطة التعادل نقطة التعادل ونخلي بقى ستة ستة كده على الارسال رقم واحد النادى مرجان خالفي اهي وماليكة طلعة وضربة جات في ايد اهي خالد وبتنزل ملعب النادي الاهلي على الارسال النادى مرجان استقبال النادي الاهلي كده نادى معوض واستقبال وضربة صحيحة من الماليكة يا وعل تسلم ايديك يا تانية 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 الصربية تانية بقىان الصربية في مركز اربعة وبتجيب النقطة السبعة للنادي الاهلي الاهلي يتقدم سبعة ستة زمالك تانية على الارسال اهي بتدي قبلة للقرة تاخد تفاؤل عشان عايزة تجيب ارسال طبعا اس لعبة طويلة ومهرتها عالية وهدي استقبال من النادي الاهلي اعداد مرة تانية ومحاولة من لعبات النادي الاهلي لصد هجوم الزمالكاوي ودي النقطة ديا ونقطة نقطة مش مهم النقطة التعادل سبعة 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 هادي اعداد دعاء وضربة خلفية من تانية السربية اللي رجعت في مركز واحد ايه مرة تانية دعاء تلعب لدعاء الغباشي ومحاولة خارج الملعب يا دعاء نخلي بالنا نخلي بالنا تمانية الزمالك سبعة الاهلي اول مرة يتقدم نادي الزمالك في هذا الشوت ارسال من رقم عشرة ما هي ممدوح استقبال الاهلي ضربة صحيقة من تانية خلفية يبتقول لهم وسعوا لي وسعوا لي عشان يجيب الكرة دية تمانية الاهلي تمانية الزمالك هي بص جاية منين ضربة خلف دعاء وضربة صحيقة خلفية قوية اية خليل على الارسال رقم سبعتاشر تلعب ارسال من اعلى اية استقبال نادي الزمالك دانا اعداد ودمحاولة وضربة صحيقة وندا ونقطة للنادي الزمالك والتقدم تسعة تسعة الزمالك تمانية الاهلي ايه في الاعادة هي ضربة هي رقم عشرة ما يوم اندوح من مركز ثلاثة سريع مريم متولي جي تجي في الشبكة كده والضيع ونقطة للنادي الاهلي والنقطة التسعة تسعة الاهلي تسعة الزمالك والارسال مع النادي الاهلي عايزين يسألوا على ترتيب الدوران احسن برضو كابتن دعاء اللي عليها دعاء محمد رقم عشرين معدل فريق دعاء هتلعب ارسال من اعلى استقبال كده من ايسل دانا دربة صحيقة من مركز ثلاثة في اعتراض طبعا من نعبات النادي الزمالك ان الكرة تاتش بلوك الحكم تغريد خطاب بترجحهم ونقطة للنادي الاهلي والاهلي عشرة تسعة الزمالك اهي هنخلي بالنا منها اهي شيطة اهي رقم اتنين وعشرين كرة خالج الملعب استقبال مليكة ومعاولة من النادي الاهلي ولكن خطأ على النادي الاهلي النقطة العشرة للزمالك عشرة الزمالك عشرة الاهلي والارسال مع نادي الزمالك اني لسه جايقوا ما قدام شاشة قناة النادي الاهلي الاهلي متقدم اتنين واحد في الاشواط مباراة الصبر المصري لكل الطائرة السيدات بتصالة اتحاد الشرطة الرياضي بالدراسة ودي محاولة من النادي الاهلي من صارة امين اعداد خلفي وبتيجي في نادا وليد ومحاولة من دعاء محمد ومرة من من تانية برجلها وعايزة تعديها ولكن ما تقدرش تعدي والتقدم تاني او التالت للنادي الزمالك حداشر الزمالك عشرة الاهلي على الارسال لعبة نادي الزمالك رقم عشرة ما يوميا مندوح او اتنين وعشرين ايداليا المرشدي ارسال استقبال اعداد دعاء وصارة امين يا صارة يا صارة نخلي بنا من حاط الصد حكم التاني حسبها على النادي الاهلي هي فيها شك اهي في الاعادة هنشوفها اهي اعداد دعاء واتدرب صارة امين جات في ايديها ونزلت جوه الملعب جوه الملعب جوه الملعب نقطة لنادي الزمالك نقطة اتناشر عشرة الاهلي الارسال مع اتنين وعشرين داليا المرشدي استقبال الاهلي ندى وليد وعداد ومحاولة من دعاء محمد مرة تانية الزمالك ودفاع عن الاهلي ندى وليد عملة شغل يمين وشمال وبتدفع هنا وهنا ونقطة من تانية الكربية السربية وبتجيب النقطة احد عشر يلا نتعادل ونفرق في تغييره رقم تسعتاشر نازلة من النادي الاهلي سهيلة وفيق معدة تانية مكان دعاء محمد سهيلة وفيق دي كان بتلعب برة في امريكا وجات وهي بتلعبت منتقب مصر في اعتراض من لعبات نادي الزمالك نزار كارت اصفر من لعبات نادي الزمالك لاعتراض نزار للمدرب تغيير للنادي الاهلي تسعتاشر دخلة اللي قلنا عليها سهيلة مكان دعاء محمد طبعا مباراة عصبية اللي بيدير هذه اللقاءات لازم يكون حكم على المستوى من الناحية الزهنية ومن الناحية العصبية ويتحمل ضغوط المباراة وضغوط الجماهير وضغوط اللاعبين حفوا والاهلي حداشر الزمالك اتنشر حقصد ونقطة التعادل ايه نقطة التعادل اتنشر اتنشر للاهلي اتنشر الزمالك والارسال مع الاهلي ايه طلعوا حقصد بسم الله ما شاء الله لحقصد وجد في ملعب الزمالك ارسال النادي الاهلي دعاء الهباشة ع رقم اربعة على الارسال استقبال كده من مليكة اعدانة عداد وضربة صحيحة سريعة ولكن ولكن سريعة قوية من مركز ثلاثة ما نلحقهاش يا جماعة نخلي بالنا نخلي بالنا باستقبال الضربة واستقبال الكرة الاولى من الارسال دي استقبال لازم يكون صاحب تلاتاشر الزمالك اتنشر الاهلي طبعا هو مرة الاهلي يتقدم والزمالك يتقدم في هذا الشوت والارسال مع نادي الزمالك استقبال من دعاء واعداد ومرة تانية تانية مارين بتولي دانة ومحاولة من مليكة واده خطأ من لعبات نادي الزمالك بيكلفهم نقطة واده نقطة التعادل للنادي الاهلي تلاتاشر الاهلي تلاتاشر الزمالك وعلى الارسال رايحة هي هذه النقطة هي اللي بقول لحضراتكم عليها مليكة هي حاولت تعديها مع الديتش جات في لعبة من النادي الاهلي ونزلت ملعب النادي الزمالك ومحاولة للدفاع عن الملعب ولكن الكرة نزلت من تحت الشبكة ونقطة للنادي الاهلي نقطة التعادل تلاتاشر تلاتاشر والارسال مع ميار خليفة من النادي الاهلي واستقبال قوي ايصل ده هنا اعداد اعداد خلفي المليكة ومحاولة صدقاوي من النادي الاهلي من تانية ومن ايا خالد يا جماعة نخلي بنا نخلي بنا نقطة النادي الزمالك اربعتاشر الزمالك تلاتاشر الاهلي والارسال مع مليكة البرازيلية رقم كمسة لو الزمالك لو الاهلي فاز بهذا الشوت طبعا هيكون طبعا فوز بالمباراة وفوز بكأس السبر اما لو الزمالك فاز بالشوت هيبقى فيه تعادل اتنين اتنين وهنلجأ الى الشوت الحاسم والخمسة النتيجة اربعتاشر اربعتاشر وكرة خارج الملعب من لعبات نادي الزمالك وعالارسال رايحة صار امين رقم حداشر الارسال من اعلى استقبال ايسل دانا اعداد وبتضرب مريم متولي وبيجيب نقطة خدر نادي الزمالك خمسة عشر الزمالك اربعتاشر الاهلي نخلي من الضربات الساحقة القوية من مزات مريم متولي بتضرب من اربعة قوي جدا على الارسال رقم واحد نادا مرجان من نادي الزمالك ارسال من اعلى مع الوز استقبال النادي الاهلي اعداد وضربة صحيحة ايا خالد يا ولد يا ايا مرة تانية مليكة بتشوت ومحاولة من دعاء وصار امين ضربة خلفية مرة تانية وبتيجي في لعيبة نادي الاهلي لكم مربعة دعاء الغباشي وبتبقى نقطة لنادي اهي اهي مرة تانية اهي طلعة نقطة التعادل للنادي الاهلي نقطة التعادل لهاي لنادي الاهلي جد قوية احنا عارفين طبعا ان ان سعيل وفي نزلة مكان دعاء محمد النتيجة 15 15 الشوت الرابع الشوت الرابع ضربة قوية ارسال قوي من نادي الاهلي مرة تانية دانا محاولة ونقطة لنادي الزمالي يا جماعة نخل 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 16 ازا مالك 15 نادي الاهلي استقبال كده ومحاولة مرة تانية ودي ضربة صاحقة من نادي الاهلي ودي فوق حق الصد ودي صار امين بتضرب الكرة دعاء الغباشي محاولات من نادي الزمالك نخل نخل من الكرات السهلة دي كده الزمالك فرق نقطتين 17 الزمالك 15 الاهلي اهي بص ماري متولي لعبتها كده بصوابع عشان تعد الشبكة وتنزل ملعب النادي الاهلي تغيير كده اه ايا خالد طلعت اهي كابتن امراهيم فقر الدين عمله استقبل ومحاولة مرة تانية ونزلة مي غزال يا مي يا مي نزلة مي غزال ولكن حما نشوف كرة دي فيها ايه حسبتها على النادي الاهلي في شبكة اعتقد منار خليفة ومحاولة مرة تانية دفاع من الملعب من مي غزال اعداد من تانية والمباراة سجال بين الفريقون والكرة هنا وهناك ومحاولة مرة تانية دفاع من الاهلي مي ودعاء بتلعب الكرة مرة تانية ودي مارين متولي وتيجي في حقاة الصد وتبقى خارج الملعب والنقطة 18 18 الزمالك 16 الاهلي ايه طلع مارين متولي ولعبة الكرة جاد في حقاة الصد وتبقى خارج الملعب فيه طبعا ترتيب الدوران بيسألوا على ترتيب الدوران في نادي الزمالك عشان لعب الإرسال مارين متولي مع الإرسال اهي اخر كرة مريم لعبتها في حقاة صد لكن قلنا برضو التغطية على حقاة الصد من سهيلة وفق طلعت وصدت في حقاة الصد مرة تانية قاعد استقبال اعداد سهيلة ودعاء نزدت اهي دعاء نزدت ومرة تانية وتالتة وربعة من نادي الزمالك ملعبتش الكرة وحاولت ايسل كده مجهود تشكر عليه والنتيجة سبعتاشر الاهلي 18 الزمالك اهي دي هم حاولات ولكن الكرة خارج الملعب وجرت عليها ايسل عشان تلحقها ولعبتها ولكن خبطت في لحة الاعلانات سبعتاشر الاهلي 18 الزمالك ومحاولة مرة تانية يا جماعة نخلي بنا نخلي بنا من حقاة الصد نخلي بنا على التغطية على حقاة الصد والنقطة 19 للزمالك في ساعتاشر الزمالك سبعتاشر الاهلي اهو من لعبة نادي الاهلي ميار خليفة في تغيير لنادي الزمالك نزلت رقم عشرين نور اهاب عزمي مكان رقم اتنين وعشرين داليا المرشدي ونور على الارسال في ساعتاشر الزمالك سبعتاشر الاهلي والاهلي متفوق في الأشواب اتنين واحد هذا هو الشوط الرابع مباراة القمة في قائس الصبر المصري للسيدات لكل طيرة للسيدات ونقطة لصالح نادي الزمالك النقطة العشرين عشرين الزمالك سبعتاشر الاهلي اعتقد لازم نخلي بنا وقت مستقطع طالبه كابتن برهين فقر الدين النقطة عشرين الزمالك سبعتاشر الاهلي اهوا برهين فقر الدين طبعا وقت مستقطع وتعليمات تعليمات من الجهاز الزمالك ايضا في الجهة المقابلة كابتن حسام الشوقري وجهاز المعاون كابتن خالد كابتن إبراهيم فقر الدين وجهاز المعاون اهوا خلص الوقت المستقطع اللي كان طلبه كابتن إبراهيم فقر الدين وتعليمات الى الضاربة تانية السربية لمحاولة الشوت واستغلال الفرص على الشبكة من جميع مركز الامامية مركز اتنين ومركز ثلاثة ومركز اربعة للتعادل وزيادة الفارق لصالح النادي الاهلي الارسال مع النادي الزمالك عشرين الزمالك سبعتاشر الاهلي استقبال كده من النادي الاهلي نادا وليد وضربة صاحقة من نخلي بالنا يا جماعة نخلي بالنا دعاء نغطي على الضارب والنقطة واحد وعشرين الزمالك سبعتاشر الاهلي اهي خلفية من دعاء محمد ومتضرب وطبعا التغيير تم بتاع دعاء محمد وسهيلة وفيق فارق اربع نقاط في اعتراض كده ومحاولات وودي ارسال من النادي الزمالك ضربة صاحقة حق يا جماعة يا جماعة نخلي بالنا نخلي بالنا من التغطية على الضارب والتغطية على حق تصدق مرارا وتكرارا هنقول في اكرة طايرة اتنين وعشرين الزمالك سبعتاشر الاهلي وفارق خمس نقاط اهو حق تصدق لازم يكون في تغطية صار امين في اخطاء منها كتير في مركز اربعة ارسال نادي الزمالك خارج الملعب والنقطة 18 لنادي الاهلي يلا يا بنات بقى يلا زين العالمي نزل تاهيه زين العالمي ودعاء محمد هو خارج مي غزال وخارج سهيلة مرة تانية ونزل زين العالمي ودعاء محمد معيدة الفريق الاول ارسال كده مرة تانية ومحاولة من تانية وهدي مريم متولي النقطة 23 النقطة 23 نخلي بنا يا جماعة ده كرات سهلة يعني واضح ان فيه فرق ما بين الشوت ده والشوت ده واضح كده الاهلي في الشوت التالت قدر ان هو يفرق بالتشكيلة بتاعته ارسال مع الزمالك 18 ده يا شوئي استقبال كده من دعاء ومحاولة مرة تانية خارج الملعب والنقطة 24 النقطة هنروح للشوت الخامس اعتقد كده اعتقد ان احنا هنروح للشوت الخامس اهدي اهدي النتيجة 24 18 والنتقدم النادي الاهلي في الاشواط 2 1 وهدي الارسال مع رقم 10 رقم 18 ده ناسي هو ايه ارسال خارج الملعب خارج الملعب والنقطة 19 للاهلي ماي غزال موجودة في الملعب هي كروس مع الليبرو مايار الرفاع على الارسال استقبال كده من ماريب متولي ومحاولة مرة تانية ونقطة 25 وينتهي هذا الشوت 25 19 لصالح نادي الزمالك والتعادل في الاشواط 2 2 وهنلجأ الى الشوت الحامس الحاسم والخامس بين فريقايا النادي الاهلي في كرة الطايرة وهتنزل طبعا الكابتن تغريد خطاب تعمل ارعى ما بين الفريقين في هذا الشوت وراحة ما بين الشوت الرابع والخامس وانا اعود لحضراتكم مرة تانية ارعى ما تغريبه مرك studies ارعى ما تقدمت من مستخدم تناسب طوح نادي ارعى ما تقدمت من مستخدم تح Boys انتizing منذ لحضرات المستخدم والخامس ترجمة نانسي قنقر 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 تخوفاً ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر